بالرباط اختتمت اشغال المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وذلك تخليدا للذكرى العشرين لاحداث هيئة الانصاف والمصالحة رئيس مجلس نواب رشيد طلب العالمي اكد انه فضلا عن الرعاية الملكية السامية فانما يزيد من قيمة هذه الندوة الدولية هو انها جمعت بين من كانوا في صلب اشتغال هيئة الانصاف والمصالحة كممارسة مطبوعة بطابع مغربي والهيئات الحقوقية الدولية والمشرعين والسلطة التنفيذية والمجتمع المدني الوطني العامل في مجال حقوق الانسان بمفهومها الواسع رئيس مجلس المستشارين محمد ولدرشيد اكد ان الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك الى المشاركين في هذه المناظرة الدولية تبرز العمق الاستراتيجية والتفرد الذي طبع التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية كما مثلت دعوة صريحة للمضي قدما في ترسيخ المكتسبات المحققة وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في التشريعة والمؤسسة الوطنية رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان امين ابو عياش قالت ان التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية اكدت قدرة المجتمع المغربي على تحقيق تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة وتميزت اشغال اليوم الاخير لهذه المناظرة الدولية بتنظيم جلستين موضوعيتين ناقشت الاولى موضوع العدالة الانتقالية والاصلاحات القضائية في حين تطرقت الجلسة الثانية لمسارات العدالة الانتقالية والانتاج الفكري والمعرفي كما تم تقديم مؤلف جماعي اصدره المجلس الوطني لحقوق الانسان حول العدالة الانتقالية اشتركوا في القناة